اشتركوا في القناة 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 كما قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما هي اشراط طلوع الشمس فتقول مثلا طلوع الفجر قبلها ثم بعد ذلك انتشار الاسفرار الجو وان يكون مسفرا جدا وان يظهر الضوء ثم تطلع الشمس اذا جاءت هذه الاشراط عرفنا ان الشمس بعدها فتقول طيب ما هي اشراطه يعني علامات مثلا مجيء الليل فتقول مثلا ان تميل الشمس الى المغير ان تحمر الشمس قبل غيابها ان يبدأ الظلمة تزداد ثم تأتي بعد ذلك الظلمة الشديدة الليل فكل شيء في الغالب له اشراط له علامات الساعة جعلها الله تعالى لها علامات تأتي لكنها تأتي بغتا هذه العلامات تأتي لكن وبعد الساعة النفخ في الصور يأتي بغتا كما اخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم هذه الاشراط كثيرة وقد يسر الله تعالى لعدد من اهل العلم ان يجمعها في كتب ويعني يختلفون في قوة هذا الجمع وايضا في تقسيمها وترقيمها فبعضهم يوصلها الى خمسين من علامات الصغرى بعضهم يوصلها الى ثمانين بعضهم يوصلها الى مئة بحسب قدرتك على الجمع من الاحاديث وحسب قدرتك على تصنيفها في الكتب مثل الكبائر مثلا بعضهم يؤلف كتابا في الكبائر فيذكر فيه من الكبائر مدرى خمسين ثم يأتي واحد آخر من اهل العلم ويؤلف كتابا في الكبائر كبائر الذنوب ويجعلها سبعين ما يعني ان الشخص الاخر اخترق واخترع كبائر جديدة لا وانما لانه ازداد بحثا اكثر فوجد احاديث فيها ذكر لانواع من الكبائر فجاء وضمها فادرك ما فات الأول ويسر الله تعالى العبد الفقير وجمعتها فوجدتها وصلت الى مئة واحد عشر علامة صغرى اما العلامات الكبرى فهي عشر وقد اتفق عليها اكثر واهل العلم وهذه العلامات الكبرى العشر هي التي جعل الاخوة فيها هذه دورها المباركة العلامات الصغرى كثيرة بعضها وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول عليه الصلاة والسلام اعدد ستا بين يدي الساعة موتي فجعل موته عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة طيب في علامة قبلها من علامات الساعة نعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى ثم جعل صلى الله عليه وسلم موته ايضا علامة من علامات الساعة وعد علامات الساعة الكثيرة قد يقول بعضكم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وبينه وبين الساعة إلى الآن أكثر من 1400 سنة أي كهاتين فنقول جوابا عن ذلك علامات الساعة تأتي قريبة منها لكن عمر الدنيا طويل عمر الدنيا طويل لو حسبت من عهد آدم عليه السلام كم عمر الدنيا لو وجدت آلاف السنين أو ربما ملايين السنين الله عز وجل أعلم بذلك فهو إذا جئت وأخذت الدنيا كلها من عهد آدم إلى قيام الساعة ثم نظرت في هذا الخط الطويل أين بعثت النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدته قبل الساعة بقليل فلما يقول لك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة مثلا ألف سنة ألفا سنة ثلاثة ألاف سنة أربعة ألاف سنة هذا قليل جدا بالنسبة لملايين السنين التي سبقته فهمتم المراد فلما يقول بعثته أنا والساعة كهاتين يعني بالنسبة لمقدار طون الدنيا أنا والساعة قريبون من بعض وفعلا بعثته هو والساعة كهاتين وموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى طبعا وذلك لأن المقصود بالعلامات الكبرى هي العلامات التي إذا وقعت العالم كله يعلم بها وتقع في العالم كله لكن في علامات يعلم بها بعض الناس دون بعض يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كثرة الأسواق هذه قد تكثر الأسواق في بلد دون بلد فهي علامة صغرى لأنها تقع في بعض البلدان دون البعض الآخر لما يقول من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم مثلا فشو التجارة أيضا هذه قد تظهر في عدد من البلدان ولا تظهر في غيرها فنكون هذه علامة صغرى لأن ليس كل البشر يشعرون بها لكن لما يقول لك من علامات الساعة ثلاثة خسوف عظامة خصفهم بالمشرك وخصفهم بالمشرك خصفهم بالمشرك وخصفهم بالمغرب يعني في شرق الكرة الأرضية وفي غربها وخصفهم في جزيرة العرب هذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الكبرى إلا لأن العالم كله سيرتج بسبب هذه الخصوف الثلاثة وسوف يعلمون بها جميعا مثل مثلا ما ذكر بعض الباحثين لما قالوا أن سونامي الذي وقع في أندونيسيا قبل فترة في البحر وحصل منه غرق عندهم وفي الفلبين وفي سريلنكا وتحركت به جزر من أماكنها إلى آخر ذلك ذكر بعضهم أن هذا هو الخصف الذي في المشرك لأنه وقع في الشرق وهو خصف شديد في البحر أدى إلى تلاطم الأمواجه وتحرك طبقات من الأرض فأثر ذلك وعلم به كل العالم قالوا هذا من علامات الساعة الكبرى هذا قول لبعض الباحثين طبعا وإن كان لا نستطيع أن نجزم بأن هذه العلامة التي في الحديث وقعت على ذلك الشيء إلا أن يأتي قرينة قوية أو أن يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير موجود ممكن غدا أو بعده أو بعد فترة يقع أيضا خصف آخر في المشرق ونقول أوه إذن سونامي لم يكن هو المقصود بالحديث إذن المقصود بالحديث هو هذا الثاني لأنه أقوى مثلا ولذلك الجزم بهذا الجزم بتنزيل علامات الساعة على حوادث يبتعد عنه طالب العلم عادة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة مثلا انتشار القلم انتشار القلم انتشار الكتابة القدرة على الكتابة الناس في السابق كثير منهم ما يعرف يكتب يعني كانوا يطوفون بالكتاب في القرية يبحثون عن واحد يقرأها أو يكتب لهم ما يجدون فيقول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة انتشار القلم طيب تعال طبق هذه العلامة الصغرى تجد مثلا تطبقت في بعض الدول لكن في بعض الدول لا تزال أمية عندهم تصل إلى 60% من الشعب هل نقول والله عندكم انطبق قولا النبي صلى الله عليه وسلم انتشار القلم ما انتشار القلم عندهم ما يعرفون يكتبون إلا 40% من الشعب أما العلامات الكبرى مثل العلامات التي نتحدث عنها الآن فهي علامات عشر جاء بها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الذين تحدثوا عنه اليوم وهو الدجال والدجال هو أهم علامة من علامات الساعة الكبرى يعني من علامات الساعة الكبرى العشر الدجال ومنها خروج الدابة ومنها ظهور يأجوج ومأجوج ومنها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ومنها ثلاثة خسوف خصفهم بالمشرب وخصفهم بالمغرب وخصفهم جزيرة العرب ومنها هي آخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم ومنها ذكروني باقي ثنتين طلوع الشمس من مغربها لا المهدي من الصغرى ليست من الكبرى ذكرنا الدخان وذكرنا الدجال وذكرنا الدابة ذكرنا الدابة ولما ذكرنا ها يا ولدي ها لا لا يا ولدي دخلنا في السياسة ها أنت متورطنا ها ها حيسى بن مريم ذكرنا ذكرنا يا جوج ومأجوج الله يجيرك منهم خروج المهدي من الصغرى ليس من الكبرى ها طيب يمكن أذكرها أثناء أثناء حديثنا بإذن الله الدجال هو أعظم فتنة في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبل إلا حذر أمته الدجال ما فيه نبي نوح عليه السلام قبل ما يموت قال لقومه انتبهوا من الدجال أنظهر فيكم لا تتبعوه ولا يعني واحذروا منه عيسى عليه السلام حذر أمته منه لوط هوت صالح شعيب ما من نبي أكثر من مئة وعشرين ألف نبي اللي بعثوا كلهم حذروا أممهم من واحد من شخص واحد من البشر لأن من نسل آدم هو بشر مثلنا الدجال إلا أنه عنده أنواع من السحر يمكنه الله منها حتى يمتحن إيمان الناس ما من نبي قبل إلا حذر أمته المسيح الدجال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن المسيح الدجال ثم دخل بيته فلبث الصحابة وهم جالسون يتحدثون عنه طيب إذا طلع ماذا سنفعل طيب هو يطلع من وين طيب يتحدثون أشغلهم الموضوع فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول فقال أما زلتم على مكانكم قالوا نعم يا رسول الله إنك ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت يعني حقرته وأنه كذاب دجال أعور العين لا تصدقوه وفي نفس الوقت خوفتنا منه أنه يتبعه الناس وأنه يفر الناس منه فخفضت فيه ورفعت حتى ظلمناه في طائفة النخل ظلمناه قريب وصل النخل فقال صلى الله عليه وسلم لهم إيش قال لهم هل قال لهم لا لا تخافوا منه ليس لهذه الدرجة لا لا تُعطوا الموضوع أكبر من حجمه لا أكد عليهم أكثر قال أغير الدجال أخوفني عليكم فيه فتنة أعظم من الدجال أخاف عليكم منها أغير الدجال أخوفني عليكم بعدين طمنهم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجي جهدونكم والله انطلع الدجال يا صحابة وأنا بينكم أبد اتركوه عليك أنا الذي بإذن الله أحاج جهدونكم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم إذا أنا توفاني الله وخرج الدجال إن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد عادي يدبر نفسه مع الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين يعني فتنة المسيح الدجال وعظم هذه الفتنة ويبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن هذا الدجال ينبغي أن يستعيد الناس منه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر كل صلاة يستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال أنه في آخر الصلاة نقول اللهم أن يعوذ بك ومن فتنة المسيح الدجال لاحظ كل صلاة تصليها يسن أن تختمها باستعادتك بالله يتعلم المسيح الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أن الدجال يخرج في آخر الزمان متى؟ قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر الدجال متى يطلع؟ لما الناس ينسون موضوع الدجال يصبح ما يعرفون في شيء يسميه دجال لا يعرفون ما هي علامات الدجال ما يعرفون ما هي الفتن التي يأتي بها الدجال ينشأ جيل ما يعرف عن الدجال أي معلومة يعرف إن فيه رب فيه رب لازم نعبده فيه رب سبحانه وتعالى يعني قدير قدرته جل وعلا أعظم من قدرة البشر فيه جيل يطلع جاهل عنده معلومات عامة عن الربوبية لكن معلوماته في الأمور الدنيوية كثيرة مثل ما هو واقع اليوم مع الأسف تجد بعض أبنائنا اليوم الصغار يتعامل مع الآيباد ويتعامل مع الأجهزة الحديثة تعامل الخبير بينما ربما لو تقول لي سمعلي يعني قصار الصور يخطأ فيها يعني بدأ يظهر جيل عنده المعلومات لكن تعال عند المعلومات الشرعية ما هي موجودة فلما يظهر هذا الجيل ويصبح هو اللي في الأرض هو اللي كبار وصغار هو هذا الجيل الجاهل يطلع الدجال يطلع الدجال ويقول لهم أنا ربكم يا سماء أنطري وتنطر يا أرض أخرجي كنوزك تخرج كنوزها يا أرض أنبتي تنبت يقتل الرجل ويقول لكم حيا ويقوم حيا أنا ربكم عندها يقول هؤلاء نعم أنت ربنا ليش لأن العلامات التي تدل على كذبه ما يعرفونها هم خلاص نسوها لماذا لأنه قال عليه الصلاة والسلام هنا وصف حالهم قال حتى يذهل الناس عن ذكره خلاص ما يذكرون الدجال يمكن بعد ثلاثين أربعين سنة لو تقول لواحد تعرف الدجال قال أي دجال من هو الدجال ما يدر يذهل الناس عن ذكره يغفلون وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر حتى خطب الجمعة ما عاد يتكلمون عن الدجال يتكلمون في قضايا أخرى تماما وبالتالي الدجال لما يأتي الوقت الذي يكون مناسبا لخروجه والناس في جهل تام به عندها يخرج الدجال ويدعي أنه ربهم لذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحذر منه وبالتعوذ منه المسيح الدجال هو رجل من بني آدم طوله مثلنا وعرضه معادي من بني آدم من سلالة آدم عليه السلام سمي بالمسيح قيل لأن عينه ممسوحة عين الدجال ممسوحة إحدى عينيه اليسرى على الأغرب وبعضهم قال اليمنى على أعلى روايات لكن الأقرب أنها اليسرى كالعنبة الطافية الآن يا جماعة لما يكون العنب ينبت في شجره شجره وتترك العنب ما تجنيه تجد العنب تكون مليئة بالماء فإذا تركتها ماذا يحصل فيها تبدأ تجف تجف وتصفر وتطفى فيقول صلى الله عليه وسلم وأحيانا أنت لما تأخذ لما تشتري عنب تجد بعض العناقيد فيها عنب صايرة مثل الزبيب أو لنا غلطان طافية فبدل معينه مليئة بالماء كأعيننا الآن لا تصبح إحدى عينيها عوراء كأنها طفت كأنها انطفت كالعنبة العنبة الطافية بعد أن لاحظ صلى الله عليه وسلم لماذا ما قال مثلا كالرمانة الطافية لماذا قال كالعنبة لأن أشبه شيء بعين الإنسان العنب قلنا لا الدائرة العنب هذه أشبه شيء بعينه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا قال كالعنبة الطافية وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بهذا لأجل أن نحضر منه فسمي مسيحا لأنها ممسوح العين وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض ترى هو يطوف الأرض كلها في أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويسائر أيامه كأيامكم كما سيأتي تفصيله بإذن الله فقيل سمي مسيحا للأول أو سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض وخلق الله تعالى مسيحين مسيحا صادقا ومسيحا كذابا أما المسيح الصادق هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله والمسيح الكاذب هو المسيح الدجال الذي ذكرنا سبب تسميته بالمسيح سمي بالدجال لأنه كذاب الآن ليش ما قال المسيح الكذاب ليش قال الدجال أيهما أعظم وصفا بالكذب الكذاب أم الدجال الدجال فكأنه من كثرة اختراعه وكذبه وتصنعه للأمور سمي بالدجال أي كثير الدجال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعموا أنه رسول الله إذن قبل الدجال يأتي من علامات الساعة دجالون مثل مسيلم الكذاب قال أنا دجال ومثل سجاح مرأة أيضا قالت إنها مسيلم الكذاب قال إنه نبي وهو كذاب دجال سجاح أيضا امرأة قالت إنها نبية وتبعها قومها ثم إن بعض قومها ما أعجبهم أنها امرأة وصير نبي فقال أحدهم قال أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا نقول حن جاءنا نبيه حرمان غير أنبياهم رجال ولما جاء مسيلم بيتزوج سجاح نبي يدعي النبوة وهي أيضا تدعي النبوة قال له قومها لابد تعطينا مهرا أن تتزوج نبيتنا لازم تعطينا مهر فقال أي أرضيكم أن أسقط عنكم صلاة قالوا نعم أسقط الفجر والعصر قال أسقطتهما فهذا مهرها ودخل عليها فكلهم كذابين دجالين يعني فظهر الدجال ونلئة إلى زماننا هذا لا يزال يخرج بعض الدجالين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في أحاديث كثيرة ووصفه عليه الصلاة والسلام وصفا دققوا في هذا الوصف لماذا لأن الدجال في آخر الزمان وهو يضوف في الناس قال عليه الصلاة والسلام عن حاله من سمع بالدجال فلينأ عنه ليفر من بين يديه ليبعد عنه فإن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه من الفتن يأتي واحد يقول أنا متأكد أنه الكذاب سأذهب قابل أنا يا جماعة أعرف أنك كذاب والله أدري سأذهب أحاوره أناقشه فإذا وصل إليه وراء الفتن انقلب إيمانه أنه كذاب انقلب إلى تصديق به وآمن به وارتد عن دين الله فيقول صلى الله عليه وسلم لا يعرض أحدكم نفسه لا يعرض أحدكم نفسه لهذه الفتنة ينأى عنه طيب فيه واحد في آخر الزمان هو اللي يأتي ويقف أمام الدجال ويقف وقفة رجل هذا أعظم الناس شهادة عند الله تعالى من هو هذا قبل عيسى عليه السلام هذا قبل أيضا ليس المهدي هو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا اسمه هذا الواحد يا جماعة يسمع بالدجال وأن الناس تبعوه فيتوجه جهة الدجال مباشرة فإذا أقبل جهة الدجال وإذا مسلحة الدجال أصحاب السلاح يحمون الدجال من أماكن بعيدة فإذا أقبل أمسكوا به قالوا له إلى أين تذهب قال إلى هذا الكذاب فيقول له أو ما تؤمن بربنا كيف تقول عليه كذاب أو ما تؤمن بربنا قال ما بربنا خفاء أنا مؤمن بالله من زمان ما بربنا خفاء أنا أعرف صفات ربي أؤمن به ما بربنا خفاء فيرفعون عليه السيف ليقتلوه فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه أليس قد قال لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه هل يقتل لا تقتلوا أحدا فأتوا به إلى الدجال فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي الدجال واقف بشر مثله يعني ومكتوم بين عينه كفر وعينه ممسوحة وأبوح أن هذا كذاب ربنا سيكون بهذه الصفات الناقصة فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيرفع الدجال السيف عليه ويضربه فيقطعه جزلتين رمية الغرب مثلما واحد مع عصا أو حصات أو كذا ثم يرميها فيصبح بينها وبينه مثلا عدد من الأمتاع فهو لما يضربه من قوة الضربة يطير قسمين رمية الغرب يقطعه جزلتين ثم يمشي الدجال بينهما ثم يرتفع على اللي عنده ويقول لهم رأيت من أحييته لكم تشكون إني ربكم فيقول الله لا لا ما نشك أنت ربنا لو تحييه ازدنا يقينا أنك ربنا قال فيقول له قم فيجتمع الجزءان ويقوم فيقول له ها آمنت بي فيقول ما ازددت بك إلا بصيرة أنت المسيح الكذاب فيأتي الدجال ليقطع رأسه فيجعل الله ما بين ترقوته عند كتفه إلى أذنيه نحاسن يبغي يضرب ما يستطيع الدجال فيأخذه ويلقيه في ناره التي هي جنة أو هي ماء بارد هي ماء بارد كما جاء في النص طيب هذا الشاب يا جماعة لو لا أنه كان طالب علم وقارئ عن الدجال وعارف صفات الدجال كله كان ممكن يتبعه لما يدري وأيضا هذا الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شهادة هذا الرجل يا جماعة لما الدجال قال له قم وقام بين يديه التفت هذا الشاب إلى الناس وقال أيها الناس لا تؤمنوا به والله لا يستطيع أن يصنع هذا بأحد غيري السؤال كيف عرف هذا الشاب أن الدجال لا يستطيع أن يصنع هذا القطع والإعادة إلا بواحد وقد تحقق فيه كيف ممكن يقدر يسوي في عشرين غيري ليش قال الشاب يا ناس تره ما يستطيع يفعلها إلا بواحد وهو أنا فعلها وانتهى لا تصدقوه كيف عرف هالمعلومة لأنه قرأ الحديث هذا وطلب العلم وعرف صفات الدجال وعرف أن الدجال يقطع واحد نصفين فلما وقع هذا الوصف عليه هو علم أنه هو الشاب الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك اسمعوا الآن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا ذكر لنا صفات شكل الدجال صفات خلقية للدجال قال إنه شاب قطط عينه طافئة أول شيء هو شاب ما رح يأتينه شاي هذه أول معلومة قطط شعره مجاعد طويل يضرب إلى الكتف تكريبا مهما يجي نهو أصلع واللي يجي مثلا هو شعره إلى شعره ناعم جدا لا حتى وصف شعره أخبرن به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يأتي أحد يقول والله ما اتبعت ما دريت أنه الدجال كيف ما دريت حتى شعره أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته أقام الحجة علينا قال إنه شاب قطط عينه طافئة كأني طافئة ذكرت لكم يعني منطفئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن وعبد العزة بن قطن هذا رجل من خزاعة مات في الجاهلية قال فمن أدركه منكم فليقر عليه فواتح سورة الكهف إذن احفظوا فأول عشر آيات من سورة الكهف حفظوها أبناء طيب من وين يخرج الدجال هو يخرج من اليمان هو يخرج من جزيرة العرب هو يخرج يجينا من الغرب ولا من الشرق ولا من الشام ولا من العراق ولا من مصور ولا من السوداء من وين يأتينا طيب الدجال قال إنه خارج خله ما بين الشام والعراق في منطقة بين الشام والعراق سيخرج منها الدجال وانظر إلى فقه عليه الصلاة والسلام شام والعراق ملتصقتان قال إنه خارج خله بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يعاث يعني أفسدا في شمال الأرض وفي يمينها يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض هل الفاسد هذا كم بيقعد عندنا وما لبثه في الأرض فقال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قال الصحابة يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم واحد ما أحسن أسئلة الصحابة اهتمام الصحابة بالصلاة لم يجعلهم يقولون هذا اليوم الذي كسنه يا رسول الله كيف ناكل نشرب للشمس تغيب ما سألوا أسئلة دنيوية أهم شي صلاتنا يا رسول الله اليوم اللي سنة بيصلي فيه خمس سنوات ولا أقل ولا أكثر قال لا أقدروا له قدره يعني انظروا مثلا كم كنتم تلبثون بين الفجر والظهر أمثلا أربع ساعات بين الضار والعصر مثلا ساعتين بين العصر والمغرب ساعتين مثلا يعني أقدروا قدره إذا مضت والشمس طالعة لأنه سنة كاملة تظل الشمس طالعة إذا مضى أربع ساعات تصلون الفجر مثلا مضى خمس ساعت تصلون الظهر ماذا ساعتين أقدروا قدره ضعوا لكم جدولا تسيرون عليكم قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض وما إسراعه بيقدر في هالأربعين يوم يطوف الأرض كلها فما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح مثل الغيم الأسود المليء بالمطر إذا كانت وراءه ريح تدفعه قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القول فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتمبت فتروح عليهم سارحتهم السارحة الغنم الذهبت تسرح تروح عليهم تعود في الرواح يعني في الليل في المغرب تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر الشعر الجلد اللي على الغنم طال من الخير والنعمة وخواصرها امتلأت شحم والضروع امتلأت لبن من النعمة التي أكلتها من الأرض لما اتبعوا الدجال فأمر الأرض فأنبتت قال ثم يأتي القوم يمر بقبيلة فيدعوهم فيردون عليه قوله أنت المسيح الكذاب أنت المسيح الدجال قال فينصرف عنهم فينصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ابتلأ اللي يتبعونه يبارك لهم تنبت الأرض اللي ما يتبعونه يصبحون الصبح ممحلين النخل إن كان عندهم نخل ذهب ثمرها الأرض أجدبت سالحتهم غنمهم تموت من الجوع كله لما كذبوا قال ويمر بالخريبة يمر بالأماكن الخراب التي كان فيها سكان قال يمر بالخريبة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيا عاسي بالنحل تبدأ الأرض تتشقق ويطلع ذهب شوف الآن بعض الأمم السابقة فيها أموال هذه الأموال أين ذهبت إما حفروا في الأرض ودفنوها أو إلا مثلا ماتوا ومع تتابع السنين التراب غطى على ديارهم وغطى يعني الآن يقال مثلا في الربع الخالي يقال في قرى كاملة غطتها الرمال في أماكن تكون مثلا الرمال غطت أو دياح كاملة هذا الوادي كان في قرية وغطته الرمال مثلا على علو مئة متر مئة متر خلاص غيبتهم تماما طيب هذه الأرض هذه التربة يمشي عليه الناس لا يدرون تحتهم قرية كاملة إلا عبر بحوث جيولوجية ودراسات فيمر الدجال بالخريبة يقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كي عاسي بالنحل يعيسي بالنحل النحل لما يسير مجموعات تتبعه الكنوز تمشي وراءه ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا هذا الذي ذكرنا قصته فيضربه بالسيف فيقطعه جسلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك هذا الرجل يتهلل وجهه يضحك أمام الدجال يعني أنت كذاب يا دجال لما تقطعني تظن أني لن أعلم بأنك الدجال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هلاكه هو سوف يأتي معنا بعد قليل هلاكه بإذن الله تعالى الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة له أول شيء ذكرنا لكم صفة شعره وصفة عينه وأنه شاب ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رجل من بني آدم قال إني يقول عليه الصلاة والسلام إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبل نبي يعني يقول سأعطيكم معلومات عنه كل الأنبياء اللي من قبل ما أعطوا أقوامهم مثل هذه المعلومات إيش المعلومات قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا لا يمكن ربكم ينزل لكم في الأرض وترونه إلا بعدما تموتوا إذا مات الإنسان وبعت يوم القيامة إن كان من أهل الإيمان وتقارى ربه جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب مكتوب يا جماعة بين عينيه كافر كافر كما في رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن اللي يعرف يقرأ سيقرأها كافر والمؤمن اللي ما يعرف يقرأ أيضا سيعلم إن هذه معناها كافر قد يقول بعضكم كيف ما يعرف يقرأ ويقرأ هذه يعني نقول كما أن الإنسان الأمي الآن لو تأتي بإنسان أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب وترسم له شجرة وتقول هذه شجرة تقول ما هذه يقول لك هذه شجرة فتكتب اسمه فتقول ما هذا فيقول هذا اسمي هو لم يعرفه لأنه قرأه عرفه لأنه حفظ الشكل عرف أن هذا الشكل معناه اسمه فتعود على هذا فيلقي الله في قلب المؤمن معرفة كلمة كافراء كما يعرف أن هذه رسمة شجرة وهذه رسمة جبل يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب الدجار رجل جسيم ما هو بنحيل ونحيل جسيم أحمر في حمار يعني ما هو بأسمر أبيض على حمرة جعد الرأس أعور العين رجل جسيم يعني رجل عظيم يقول ابن قيم رحمه الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجان ويكفي في هذا الوصف أن تعلم أن الدجان أعور وربنا جل وعلا له أعظم صفات الكمال ولا يكون بهذه الصفة يعني بصفة العور الدجان يا جماعة أعور العين اليسرى وهو كثير الشعر كما ذكرت وشعره ليس ناعما شعره جعد وهو رجل قصير جسيم لكنه قصير وهو أفحج الأفحج يا جماعة هو الذي ساقاه متباعدان تفقاه مثلا الفخذين ملتصق عادي لكن إذا جيت عند الساقين تجدها متباعدة فيها ميلان فهذا هو الأفحج وله أسامي أخرى عند العرب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض تراه العين ماء أبيض وله في الحقيقة هم ليس ماءا والآخر رأي العين نار تأجج قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشوف منكم الدجال ليأتي إلى النهر الذي يراه كأنه نار وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الدجال من سوح العين عليها ضفرة غليظة مكتومة بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الضفرة معروف الضفرة طبعا من كونه أعور أن الله جل وعلا جعل فيه من قصره ومن فحج ساقيه ومن عور عينه ومن شكله ما يدل أنك ممكن تكون رب أنت يا دجال لو أنك رب لأصلحت نفسك أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان صلحت عينك يا دجال أنت لو أنك رب تقدر على كل شيء كان أصلحت ساقيك يا دجال لكن أنت يا دجال مليء بالنقاص تقول أنا ربكم طيب ربنا ليش فصلحت نفسك ولذلك جعل الله تعالى فيه هذه النقائص الظاهرة المسيح الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحديث كثيرة وذكره الله جل وعلا إشارة إليه في القرآن يقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ما هي هذه الثلاث طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض هذه العلمات الثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الدجال متى يخرج تخرج علامات الساعة تتقارب الأسواق يتقارب الزمان يظهر القلم تفشو التجارة علامات معينة ثم يخرج المهدي خلال ذلك والمهدي هو رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن ابن علي فهو حسني علوي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث إذا بقي وقت في المحاضرة ذكرت لكم شيئا منها هذا المهدي يا جماعة يخرج عند اضطراب الأمر والناس ما في أحد يحكمهم ولا في حكومات ثابتة والناس مضطربون فيبعث الله تعالى رجلا اسمه كسمي واسم أبيه كسمي أبي يعني محمد بن عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمه كسمي واسم أبيه كسمي أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا هذا يا جماعة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يقود الناس يقودهم في أمورهم يقودهم في معارك المعركة الكبرى التي تقع بين المسلمين والنصارى يكون قائد المسلمين فيها المهدي طيب لما المهدي يكون موجودا على الأرض يخرج الدجال يخرج الدجال ويأتي يسيح في الأرض فالمهدي وأصحابه ما يستطيعون يواجهون الدجال فيذهبون إلى فلسطين في الشام ويتحرزون في الطور يعني جبل يبنسون فيه والدجال محاصرهم من تحت له قادر يصعد إليهم ولهم يريدون النزول إليه ففي أثناء وجودهم على هذا الحال والدجال موجود ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام سيتكلم عنه غدا شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود بذن الله تعالى تفصيلا لكن سأعطيكم علاقته بالمسيح لأنه يتعلق به نهاية المسيح الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء وعيسى الآن موجود في السماء الرابعة رأاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء كما في صياح البخاري فينزل واضعا يديه على أجنحة ملكي اللي هو عيسى عليه السلام عليه مهرودتان مهرودتان يعني قطعة قماش مثل الإحرام إذا خفض رأسه قطر منه كمثل جمان اللؤلؤ يعني كأنما أخرج من دماس 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 الحمام يعني ليس الحمام الذي يقضى فيه الحاجة الخلاء لا الحمام كان في السابق جماعة عندهم أماكن يأتي الناس يغتسلون فيها لا تزال موجود اليوم في الشام وفي تركيا فاللي يدخل يكون جورطة جدا فيكون وجهه مليء بالعرق وشعره مليء بالعرق فكأنما خرج من هذا المكان يعني مليء بالماء من جراء مروره بالغيوم يعني فينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق ثم يأتي عيسى بن مريم في ظلمة الليل إلى هؤلاء المجتمعين المحصورين من الدجان هؤلاء قبل مجيء عيسى بن مريم يكون عندهم اجتماع في الليل يقول بعضهم لبعض يا جماعة إلى متى ننتظر الدجان أحاط بنا في كل مكان وأفسد نساءنا وأفسد الناس وجعلوا يتبعونه النساء والرجال لازم ننزل نقاتله لا لا تقاتلوا إلا بنقاتله ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتاله إنما قال فروا من خوفا على دينكم احنا مجموعة يبدون يتحاورون ففي أثناء حوارهم يؤذن لصلاة الفجر طيب فيقيمون الصلاة فتلقى عليهم ظلمة إما عاد عندهم ضوء وينطفأ أو شيء تلقى عليهم ظلمة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام بينهم عليه لأمة الحرب لأبس لباس الحرب ثم يسفرون وإذا عيسى بينهم فيمسح عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ثم يعلمون أن الله قد كفاهم الدجال خلاص عيسى هو اللي بيقتله يعرفون لا حديث يقول عيسى له تقدم فيقول تقدم أنت يا روح الله أنت نبي أن تقدم فيقول عيسى لا إنها لك أقيمت تكرمة الله لهذه الأمة يقول عيسى أمتكم أفضل الأمم لا يمكن واحد من أمة أخرى يصلي بكم إمام أنتم الأئمة قال تكرمة الله لهذه الأمة بل تقدم أنت فيقول عليه الصلاة والسلام منا الذي يصلي عيسى خلفه قيل منا يعني من أمتنا وقيل منا أهل البيت فيصلون إذا صلوا الفجر نزل عيسى بن مريم للدجال فإذا رآه الدجال فر فيلحق عيسى ويفر الدجال ويلحق عيسى ويبدأ الدجال يذوب من شدة الخوف يبدأ يجلس ويرتعب ويذوب فيقبل إليه يقول صلى الله عليه وسلم لو تركه نمات من الرعب فينزل فيقبل عيسى ويضربه بالرمح أو قال بالسيف ثم يريهم الدم فيه خير العيش العيش خير العيش في الدنيا كلها العيش أقصد المعيشة يعني ليس والعهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عهد الذي فيه نبي الله عيسى عليه وسلم لكن أقصد خير العيش كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يكون معيسة عيسى أبو مريم خير المعيشة والطعام والشراب لأن الله تعالى يبارك في كل شيء يعني يقول يأكلون الرمانة ويستضلون بقحفها العنقود من العنب يكفي الفئام من الناس فيه بركة اللقحة من الغنم أو من الإبل تكفي القبيلة كاملة يكفيهم ذبيحة وحدة ويلبث عيسى أبو مريم زمانا كم يلبث عيسى أبو مريم وكيف تكون وفاته عليه السلام وهذا سيتكلم عنه الشيخ نائش عبد الرحمن المحمود غدا بإذن الله تعالى بعد المغرب تعالوا نعود إلى الأشياء التي تسبق خروج الدجال الذي يسبق خروج الدجال خروج المهدي وأيضا يسبقه قتال المسلمين للروم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن الدجال يقول إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحا نحو الشام ثم قال عليه الصلاة والسلام عدون يجمعون لأهل الإسلام ويجمعون لهم أهل الإسلام قلت نقول الصحابي جابر قلت الروم تعني يا رسول الله الروم بيجتمعون في الشام يغزوننا الروم تعني ركزوا يا جماعة ترى سبحان الله اللي ينظر اليوم في الواقع يجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث كأنك يعني أخذت أحداث آخر السنوات وبدأت اليوم تفصلها على الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم هنا أن القتل بيكثر في آخر الزمان يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قالوا كيف يا رسول الله قال عدو في الشام يجمع لأهل الإسلام قالوا الروم تعني قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة يبدأ الناس بشدة القتال يرتدون أو يفرون قال فيشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجعوا إلا غالب واحد مسلمين يقول يا جماعة الجيش الإسلامي تفرق الجيش الإسلامي يفر من يبايعني أن نقدم ونموت شارطني شرط ما نرجع لميتي يعني إما أن نموت وإما نرجع منتصري ما نرجع إما الموت وإما الشاه إما الموت وإما الانتصاب فيشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجعوا إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل يبدون يقاتلون يقاتلون هم يموتون والأحياء منهم ثابتون فيفيء هؤلاء وهؤلاء وتفنى الشرطة كل اللي تقدموا ماتوا ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا إلا غالبا فيقتتلون هذه واحدة ثانية يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء غالب وتفنى الشرطة ينتصر الروم مرة ثانية ثم يشترط المسلمون شرطة الموت إلى متى نجس قتلون لا نقدم لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يمسوا وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام تسامع المسلمون بهؤلاء اللي في الشام الذين لوحدهم يقاتلون الروم وأنهم ثابتون وكل يوم يقتلهم الروم وغدا المجموعة في اليوم الرابع أهل الإسلام في بقية الدناء الديار يزيئون إلي يتوجهون ينهد إليهم يعني يقبلون إليهم فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني يحصل في المسلمين شهادة عظيمة وقتل الطائر يطير من الموت ورائحة الموت يخر ميتا يقول أي صلى الله عليه وسلم فيتعد بن الأب كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح طبعا ينتصروا المسلمون يعني المسلمون في قتالهم للروم هذا ينتصرون لكن يقتل منهم كثير يعني شوف لما يجتمع جيش الإسلام اللي في الشام مع الروم اليوم الأول يشترطون الموت ويموتون الثاني يشتريطون للموت ويموتون مجموعة يعني عصابة معين اليوم الثالث كذلك اليوم الرابع يقولون يا جماعة اليوم بعد يالله نهجم نموت نموت مثل أصحابنا فياتي أهل الإسلام يساعدونهم ويحصل مقتلة عظيمة على أهل الإسلام لكنهم ينتصرون فيقول صلى الله عليه وسلم فلا يبقى من المئة رجل كلهم عيال عم إلا واحد هو الوريث الوحيد يقول صلى الله عليه وسلم فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم يقسم الميراث بينه وبين من ما هم أخوانا كلهم ماتوا أقسم الميراث بينه وبين من ما هم أبوي ماتوا عمي ماتوا خالق الميراث كله لي أقسمه بينه وبين من أفرح بالغنيمة وأفرح بالفلوس إيش وهل كلهم ماتوا قال فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم قال فبينما هم كذلك المجموعة التي بقيت المسلمة بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم ترى الدجال طلعت راه عندها لكم ياللي طلعت من البلد الفلان ترى الدجال وصل عيالكم أنت ياللي تقاتل الآن ترى أنت ياللي أخوك قتل ترى الدجال جاي عندها لها أن الدجال خلفكم في ذراريكم فيرفضون ما في أيديهم من اللي بين أيديهم من غلائم يلقونها ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة يختارون عشرة فرسان لأن الجيش اللي باقي حتى ينتقل يعود إلى البلد يحتاج إلى وقت وفي ذلك الزمان يكونون على إبل ليس عندهم طائرات وسيارات فحتى يصلون يحتاجون وقت فينتدبون عشرة يقولون اذهبوا على الخيول أسرع بدل ما يمشي ألف مع بعض يمشي عشرة أسرع فينتدبون عشرة فوارس يبعثون عشرة فوارس طليعة قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الفوارس إني لأعرف أسماءهم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا هل عشرة يعرفهم؟ يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم يعرف أن هذا فلان ابن فلان يقول أعرفهم لو أريد قلت لكم أسماء العشرة وهذا فلان ولد فلان وهذا فلان أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هذا خياله أحمر وهذا خياله أبيض وهذا خياله أسود هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ روح هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحرب أين تقع قيل يا جماعة فيها قولة قيل تقع في مرج دابق مرج دابق شمال سوريا وإلى اليوم لو تدخل على جوجل ايرث ولا على خريطة سوريا تجد مرج دابق معروف منطقة يعني وقيل تقع في القسطنطينية أن الروم يأتون من الشمال من أوروبا ويقفون في تركيا قسطنطينية لغزو بلاد الإسلام أو ربما كانت أحداث سوريا اللي موجودة اليوم لها علاقة بهذا الله أعلم أنهم يأتون جيوش فيقاتلهم المجموعات المجاهدين اللي موجودين أصلا فإذا بدأت هذه المجموعات تنهزم نهد إليهم بقية أهل الإسلام المسألة فيها يعني أقوال أنا لا أجزم بشيء في هذا علمه عند رب جل وعلا إنما هي أحاديث ذكر أهل عندها شروحنا أنا سأخلكم ما ذكره طيب لأجل الانتهاب بس نحاول أن نختم ذكر أن نبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال هي طبعا ابتلاء واختبار الإنسان يتقيه بأن يبعد عنه يفر الناس في ذلك الحين في الجبال الدجال عنده سحر يعني يعمل سحر يخيل للواحد أن أباه وأمه طلعوا من قبورهم وهم جل تصوروا بصورة الأب والأم جنة ونار كأنها جنة ونار وهي مياه لكن يسحر الناس عنده أنواع من السحر ذكر الناس أيضا ما يتعلق بخبر الشاب المؤمن كما ذكرت وكذلك أبن صياد وكالهان والدجال أو ليس الدجال في عدد النمس أكثر أتباع الدجال هم اليهود يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصطهان سبعون ألف عليهم الطيالسة أصطهان موجودة في إيران يتبعه سبعون ألف يتبعون الدجال وهم يهود وكذلك أكثر من يتبعه أيضا الجهلة من الأعراب والنساء يتبعه كثير منهم لأنها ترى معه بغرجوا ذهبوا وكذب كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من التساع وساعد وأنفع الأشياء لعباد وأحبها إلي أو مع الوسائل لأننا للمقاسي إشاء وليكم أسأل